أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية إجراء أكثر من 58 ألف جلسة غسيل كلوي لمنتفع منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر وأضحت الهيئة أنه تم تقديم خدمات الغسيل الكلوي من خلال خمسة مستشفيات تابعة للهيئة بالأقصر خلال الفترة منذ بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة في يناير الماضي حتى الآن وأضحت الهيئة أنه يتم تقديم علاج مرضى الفشل الكلوي باعتباره من الأمراض المزمنة كما يتم إجراء جلسات الغسيل الكلوي مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع أسليم مكافحة العدوى وتعقيم حدات الغسيل الكلوي باستمرار وذلك من خلال 230 ماكينة غسيل كلوي موزعة على المستشفيات الخمسة مع إجراء جلسات الغسيل الكلوي للمرضى المصابين بفيروس كورونا من خلال ماكينة منفصلة